مرحبا فيكم أحبائي تيتكن اتمنى تكونوا كلكم بألف خير اطلعت من البيت زيت شوي على البحر اتميشم شوي هوا مضيف حبيت تصور لكم وشارككم معي هايدي اللحظات الحلوة منظر الغروب من هون كتير حلو بس هلا مش مبين لان بتاعاتكم الدينة شتوية ومغايم الدينة السماء كتير مغايمة أبعب اذا بيان عليكم هاك وفي هون سياد سماء عم يتسياد حبيت شوي اعمل تغيير بالتصوير ما كله يكون من البات او من المطبخ شي مرة كمان نصور من قدام البحر ولو انه انا بيتي قريب من هون حسيت انه مش غلط بين الوقت بالتاني انزل هاك اجعل بحر وفرجيكم معي هايدي المناظر الحلوة مين ما بيحب البحر حدا يقلي عبالي فرجيكم لبيوت القديمي اللي هون ع الساحل اقرب لكم الكاميرا شوي شفتوا البيوت القديمي كيف كانت معمرة من الحجر شي حلو كتير شايفين هالبيت اللي هونيك هذا هو سيستام البيت اللبنان القديم كمان هاقرب لكم الكاميرا شوي حلو كتير هوني كمان في صيات صراحة نرجعت من البحر جاء عبالي اعمل اكلة حلوة خطرة عبالي حلوة الرز جيت عالتعونية هاخد معي هلق الجبنة والرز الناعين ونروح عالبات واعمل لكم هايدي الوصف اللذيذي الكتير سهلة خليكن معي الآن هون رز عاملين عرض ع رز مصري هو بيمش الحال اعمله بالرز المصري بس انا بدي رز بودرة ما رح ااخده في شغلة عبالي اسألكن عنها بالحبوبات في شغلة اسمه ماش العراقيين كتير بيتبخوها هي صراحة كتير تشبه العدس بس بتيجي اصغر وشكلها هيك كروي ما بعرف الجمهور العراقي يكتبلي تحت بالكومنت لانه كتير سمعت عنا وعبالي جربة هلا اذا قات ماش رح ااخد معي واعمل الوصفي اللي عبالي من زمان اعملها بيسموها تمنماش في هون شغلة نازل جديد كتير حبيتها هاي شغلة البهارات هاي شغلة البهارات يجبت واحدة منا انا على البيت هاي دي راسة هيك بتشيل هاي دي اللي زيقة عنا وبتبر من راس بصير الفلفل الاسود هو صحيح بقلبها بتبر من راسة على الطبخة بتنزلها مطخونة وبس اخلاصت للكبها ما بقى فيكن تستعملوها وتعبوها مراتين في كتير اشياء كتير بهارات عجبتني كتير هالشغلة هلا اكيد هتقولولي شو مناسبته لهالفيديو ما بعرف اجي عبالي يصور واخدتكن معي مشوار الصبح عالبحر او العصريات عفوان عالبحر وهلا جيت عالتعوني اخد شوية غراد وحاروح عالبيت اقوموا حلوة الريز وشاربكم معي هاخد كيلو افوكا مائين مستويا مين بيحب الورود مثلي مين بيحب الورود هاي لرمضان تحطو فيها العصير ايكو بدي فارجيكم شغلي هون هيدا قسم كله اكل صحي كله كله اكيد اعرفتو هون لهول الريز كيك بس ما فيكنتوا تخيلوا الاسعار ملطي ها هكو ها المدقة شو مهدونة كتير مهدونة احادوني معطر للسيارات فاشفوا ها شو حبيت فكرتو المحال ماء خاطين النودلز خاطين الكاسات فانو حيتفرد مربا بشتري الكاسة هو عم اشتري النودلز هلا لاني حسيت هالفيديو رح يطلع طويل شوي يمكن ما قدم حلقة حلاوة الرز بنفس الفيديو اعملها حلقة غير ما بعرف فحسب هلا على المونتاج لو يشوف قداش حيطلع مدة الفيديو وبقرر اذا بجمعهم بهذا الفيديو ولا بعملها حلقة لحظ هلا وصلت على البيت وجبت معي الغرادية اللي بعوزن تأعمل حلاوة الرز عندي هون جبنة الموزاريلا وعلبي من الرز الناعم عندنا هون كتير بيستعملوا لهذا الرز يتعملوا الولاد الصغار اول ما بيبلش الولد يأكل من عمر الست شهر بيعتقدوا فوق بيغلولوا اياه اما مع حليب او بيعملوا كراوية بس هو رز نعم يعني ما انه شي مخصص للاطفال وبس هنعمل حلاوة الرز يمكن ما نزللكون اياه من بعد هدا الفيديو مباشرة لانه في فيديو بدي نزله بدي اخد رأيكم بشغلة و تبقى بأجل تنزيل فيديو حلاوة الرز للمرة اللي بعدها وهلا حاختم هدا الفيديو هون وبقالكم باي باي موسيقى موسيقى